موسيقى 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 ازايكو يا جماعة عاملين ايه تخيل انه صديقي ضيفي العزيز حانا هنبقى اصدقاء خلاص جورج ابراهيم هو تاني واحد في تاريخ مصر تقريبا او كل تاريخ مصر الحديث بعد دكتور نبيلو ابي باوي يفكر في هذه المسألة الا وهي مسألة البحث في الفقه المقارن الاول منور جورج عامل ايه نقولي مولانا ولا نقولي بس انا سعيد جدا بالفكرة جدا الى ابعد مما يمكن ان تتصور او تتخيل احكي للحدوتة من بدايتها ليه الحدوتة ان انا طبيعة شغل يعني كمحامي اغلبية القوانين يعني مستمدة من الشرع الاسلامية لان المصدر الرئيسي هو الشرع الاسلامية فطبعا يتوجب علي دراست الفقه فالبداية يعني ان انا حبيت ان انا من ناحية الثقافة من ناحية ان تكون دراسة اكاديمية فحبيت ان انا اسلك الطريق ده يعني جورج انت من اسيوت ولا من المينيا لا انا من ملاوي من المينيا ملاوي احسن ناس احسن ناس عام جورج طب انت دلوقتي دخلت لجامعة اسيوت واخدت الدبلومة بتاعت الفقه المقارن انا مش العالم بهذه الامور هل توجد درجة ماجستير او دكتوراه في الفقه المقارن من كليات الحقوق في الجامعات المصرية لا هو في الدراسات العالية في اسيوت هو في دبلومة الفقه الاسلام المقارن بس لحد كده طيب لو افترضنا انه في درجة ماجستير او دكتوراه في اي من الجامعات اللي موجودة في مصر هل هتبقى مستعد انك انت تكمل يا ليه لا اه عادم فيش مشاكل هل دراستك لدبلومة الفقه المقارن تسببت فيه توجيه اي لوم لك لا بالعكس خالص لا خالص ملقتش نسما اللي بيطلعوا على فيسبوك يعودوا لك وانت ليه بتاخد الدبلومة دي لا بالعكس انا كله تهاني يعني وفي حالة من السعادة يعني بنسبة الاهلي او اصحابي او كل المعارف هل تصورت في وقت من الاوقات يا اخي نعرف ان المحامين بيكلموا جدا كتير ما تتكلموا انت هي بالموقف يعني شوية اه شوية سيادة القدي سيادة المستشاري يعني الموضوع جديد شوية لا يا سيدي ولا جديد ولا حاجة بيتك بيتك اعتبر ان احنا عايزين بندردش انا وانت تقابلنا في مكان ما مش برنامج مفيش هوا فيش حاجة حقا نتكلم بندردش اه وانت بتفكر في ان انا عايز اخد الدبلومة دي لسه هروح هل سورتك بعض الشكوك القلق انه انا راجل مسيحي صعيدي من قلب الصعيد في ملاوي لا حسن بعدين ده يثير حفيزة بعضهم لا بالعكس يعني هو بداية الموضوع ان انا كنت حابب ان انا تكون عندي دراسة اكاديمية في الفقل المقارن وطبعا سيادة الرئيس كان دايما بينادي بفكرة قبله الاخر فالموضوع ده كان مشجع بالنسبة لي يعني ان طبعا ان انت تقبل الاخر ده لازم يكون عندك دراسة عنه ان انت عشان تقبله بوضعه عظيم جدا انا ليه كان سؤالي ده انه في نهاية المينيا واحدة من اكتر المحافظات اللي عانت من التطرف وعانت من الارهابيين الادعياء الاسلام كنايس المينيا او المينيا فيها عدد ضخم جدا من الكنيس اللي عانت فيها الانجليا طبعا فبيجي في بالي انه الجماع المتشددين دول ممكن يبقى في حد حاول ينكشك حد يديقك حد لا بالعكس ما تعرضتش لحالة زي كده الحمد لله يا رب الحمد لله تمام طب وانت بتدرس الفقه المقارن ايه ابرز الحاجات اللي حسيت ان هي انا من انصار بتوع جمع يعني ما تفهمش ايه الحاجات اللي حسيت انها شبيهة لما هو موجود في التشريع وفي الشريع وفي العقيدة المسيحية هل لقيت متشابهات هو فيه متشابهات كتير طبعا كتير وفقه الاسلام عموما هو بيتناول حياة الشخص من ميلاده حتى وفاته حلو ومش حتى وفاته بس يمكن حتى بعد الوفاء بتناول مسائل كتيرة فبيتناولها في حياة الانسان لقيت امور شبه بعضها ما بين الاسلام والمسيحية في بعض الامور بعض الاحكام بعض السلوك الى اخره هي السلوك والفكر واغلبيت يعني الاراء متشابهة فيها تشابه حلو جدا تشجع غيرك من الباحثين في القانون ان هما يعملوا كده انا اتمنى ان انا اكون يعني فتحت سكة لسواء مثلا محاميين او حد من الشعب عادي ان هو يدرس وما تكونش دي اول حالة يعني دي بالعكس تكون دي البداية اذا افترضنا انه هذا التخصص في الجامعات في جمهورية مصر العربية مش هيبقى متاح او مباح فيه تاخد درجة الماجستير او الدكتوراه وهبقى مستغرب لو ده حاصل بالنسبة للمسيحين مستغرب جدا الى ابعد الحدود يعني انه فهمه الباحث باحث مسلم مسيحي يهودي بالزبط بالزبط امر لا يعنينا في العلم لكن اذا افترضنا ما سيق اولا طبعا ان احنا هننباري فورا للدفاع عن حقك في هذه الدراس لكن وجات لك فرصة انك انت هتدرسها برا هتسيب المكتب وهتسيب الشغلانة برا فين بالزبط برا بقى مصري يعني ممكن يجيوا هتلاقي مثلا جامعة ايا كان جامعة كذا كذا انا اتمنى طبعا تكون الدراسة هنا في الجامعات المصرية افضل من برا هتبقى مفيدة ليه اكتر مما انا شك فيه لك انت هتبقى مختلط كمان بالزبط اللي خارج اسوار الجامعة اللي انت بتدرس فيها لكن وبعدين برا بودو هنتطرى من روحش المكتب ومن هترفعش هنمشي قالص انت تخصصك في انا عارف المحاماة بتبقى زي التخصصات او متخصص في شيء معين صح لا هو المحاماة يعني انت بتشتغل الشغل كله لكن في شغل معين ممكن انت تبقى متخصص فيه نظرا فلان ده تأسيس شركات علان ده جنائي لكن هو بيشتغل الشغل كله عادي كله اه يشتغل الشغل كله الاميل بالنسبة لجورجي يعني اللي انت بتحس متعادك كم سنة الاولى لجورجي انا تديني كم سنة قديك بالكتير ثلاثين لا واحد ثلاثين يعني طيب يا فاقس ماشي نقول جبنا جول يعني اه او اوف سايد بس هنعيدها لا جول جول انت شايف انك انت اميل لأنيه نوع من القضايا يعني هو ممكن القضايا الجنائية والأسرة ال الأسرة الأسرة ودي قضايا مهمة وصعبة طيب هرجعلك تاني على مسألة قضايا الأسرة دي بس هستأذنك ناخد فاصل ونرجع نكمل الكلام اهلا وسهلا بحضراتك وكل الترحيب بضفنا العزيز جورج ابراهيم الباحث بكلية الحقوق جامعة السيوت والحصل على هذا الدبلوم في الفقه المقارن وكنت بس أل جورج على أكتر قضايا بالنسبة له بيبقى شهوف بيها ومهتم بيها وعاوز يكمل فيها قلت لي القضايا بتاعت الأسرة ايش معنى قضايا الأسرة تحديدا؟ هو قضايا الأسرة يعني فيها كذا مشاكل يعني بالنسبة لقانون الأسرة يعني حتى بالنسبة لقانون الحضانة في مشكلة بالنسبة للحضانة أن بتنقسم الحضانة مثلا في البداية للأم لأم الأم لطريق طويل مثلا آخره الأب آخر حد فيه والأب ففيه المفروض أنه فيه مشروع قانون أن الحضانة المفروض يعني هتتعدل هيبقى بعد الأم هيبقى الأب المفروض يعني ففيه كذا فيه كذا مشكلة وفيه تبقى فيه مشاكل كتيرة بالنسبة للأطفال هي اللي ممكن اللي هي بتضيع في الموضوع فإحنا بنحاول نحن يعني بنحل القضايا الشائكة بتاعت الأسرة أظن برضو باعتبر أنه يمكن ده أثير في رمضان اللي فات قضية الوصايا على مال اليتيم وما إلى ذلك وهكذا أعتقد برضو دي فيها قصص شائكة كتير وحواديد كتير وقضايا أكثر هو القانون الأسرة كله فيه مواضح شائكة يعني بنسبة للوصايا الحضانة كل قانون الأسرة فيه يعني محتاج تعديل أكتر فيه قضايا أو حالات معينة جات لك ولقيت نفسك يعني شايف أنه القصة دي من لعبك أكتر مما يجب أو أنها شددك أكتر مما يجب أنك أنت عايز تكمل في القضية دي هو الأغلبية يعني بتبقى قضية النفقة لأنه بيبقى فيها أطفال وبيبقى الأب سايب زوجته وأولاده تمام وبتبقى ظروفه ممكن تكون صعبة فأنا بحاول نحن نعمل أقصى جهدنا مثلا نحن نساعد الأسرة دي على أساس يعني يبقى فيه مساعدة لهم يعني هل الأضايا بتاعت الأسرة دي لقيت أنه بالوقت أو بالتجربة أنه في جزء منها ممكن يتحل بشكل ودي ولا لازم تروح البداية؟ بنحاول في البداية يعني إحنا بنحاول في البداية نحن نحل المشاكل الأسرية بشكل ودي لكن الأغلبية مش بتتحل غالبيتها ما بتتحلش بطول ودية بالظبط لازم تروح لحد القضاء لكن يعني هو المحامي المفروض ممكن يجي له شغله مثلا بيشتغل لكن احنا بنحاول نحل بطريقة ودية الأول تمام لكن للأسر ما بتتحلش ما بتتحلش نتيجة الإيهال بتبقى نتيجة الزوجة ولا الزوج عادة؟ أحيانا كده وأحيانا كده ما بيبقاش فيه كفة أتقل من كفة وطبعا بيبقى فيه موضوع الزواج نفسه بيبقى من البداية غلط الاختيار نفسه خاطئ ازاي؟ يعني بتبقى فيه شاب بيختار بناء على فكر معين في تفكيره بيبقى غلط ما بيبقوش بصين على جوهر مش بصص على المستقبل ولا على تكون أسرة ولا على الشخص اللي معاه وبس لحاجة معانة في دماغه مثلا أو هي بص الحالة المادية اللي هو فيها أو هو مثلا مسافر ممكن برا أو وضع معين بتكون نتيجة اللي هو الأطفال جوزت من على الوش كده من على الوش وبتبقى الأطفال هي الضحية في الآخر هل تشجع باحثين ده من ناحية ومحامين وقانونيين أكتر من المساحين إنهم يدرسوا الفقه المقارنة؟ أنا بشجع طبعا أنا أتمنى أن أنا مكنش آخر واحد يعني أنا أتمنى أن يكون دي البداية للموضوع ده يبقى مفيد للشغل مفيد من ناحية الثقافة لأن الشخص المثقف يعني بيبقى عنده حصيلة علمية بيعرف يتعامل بها مع غيره وفي نفس الوقت المحامي لازم بيكون مثلا عنده حصيلة معينة بتفيده في شغله بتفيده في الأضايا اللي هو بيشغل فيها طبعا فأنا أشجع عن أي حد يقدم في فقه المقارنة جورج إبراهيم نوي على إيه بعد أن انتهى من الدبلوم؟ أنا أتمنى أن أكمل يعني في إحدى الجامعة المصرية لو جات لفرصة أن أكمل في إحدى الجامعة المصرية الدكتوراه تخش بقى أتكمل الماجستير ودكتوراه أنا معايا ماجستير تمعاك الماجستير آآ ü تاخد الدكتوراه بقا كانت العنوية الجنائية حلو كانا تخصص بتاعي هتسيب قضايا الأسرة وتتفرغ الجنائي ولا إيه؟ لا شغالين برضو حاجة من بتأثر الجنائي ده صعب جدا إيه بمناسبة أنك إنت اشتغلت جنائي اشتغلت في قضية كانت غريبة بالنسبة لك يا جورج غريبة جدا يعني هي أغلبية القضايا طبعا بتبقى ممكن مثلا المخدرات والقضايا اللي هي بتبقى فيها غربة ممكن مثلا القضايا اللي هي ممكن سرق بالإكراح أو قضايا اللي هي الحاجات اللي بتبقى زي كده يعني سرق بالإكراح حصل في مواقف معنا أغلبية دائما بتبقى أغربها أعتقدها في القتل يعني سعى بتلاقي قضايا القتل للأسباب غريبة كده أسباب غريبة طبعا بتحصل بتحصل كتير شيء صعب جدا جورج انت نورت وشرفت وأتمنى بإذن الله أنك انت تحصل على أيضا الدكتورات بتاعتك بمتهى التفوق مع مرتبة الشرف شكرا جدا لك يا جورج كل الشكر الله ضفنا العزيز الأستاذ جورج إبراهيم الباحث بكلية الحقوق بجامعة أصيط وطبعا كده المحامي المنيع والقوي والرائع بإذن الله ونتمنى له كل التوفيق أشجعكم جدا أنكم تعملوا دراسات عليا في الفقه المقارن لا تفكر في أنك مسلم ولا مسيحي دي حاجة لطيفة جدا أنك أنت تعمل ده زي ما قال جورج للثقافة بتاعتك مهم تتكلم على وطن واحد شعب واحد أمة واحدة روح واحدة عقل واحد وجدان واحد ثقافة واحدة اعرف هتشتغل بيها ولا مش هتشتغل اعرف خلصة الحلقة لحد كده ثواني ويكون موجود معانا كريم رمزي وعودة بعد ذهابه إلى المغرب يلعب كريم رمزي الماتش بتاعه النهاردة بقى من القاهرة وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كلينا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة